مرحبا بكم أصدقائي مشاهدين قناة English with Samir لتعلم اللغة الإنجليزية في درس اليوم سوف نتعلم تعبيرا شائعا ومهما في اللغة الإنجليزية إذن هذا الدرس يدخل ضمن سلسلة التعبير الشائعة في اللغة الإنجليزية وسوف أترك لكم الدروس السابقة من هذه السلسلة في صندوق الوصف إذن تعبير اليوم هو None of your business كيف نقول ليس من شأنك ليس من شأنك هي None of your business Who did you vote for? تعني على من صوت إذا أردت أن أقول ليس من شأنك يمكن أن أقول None of your business الآن هيا لنتدرب قليلا على سماعي هذا التعبير من خلال المقاطع التالية It is none of your business what I'm doing and it's none of my business what you're doing so what do we have to talk about? It is none of your business what I'm doing and it's none of my business what you're doing So what do we have to talk about? Do you have any sympathy with people who think this is none of your business? Do you have any sympathy with people who think this is none of your business? What other people think about you is none of your business What other people think about you is none of your business إلى هنا أصدقائي نكونوا قد انتهينا من هذا الدرس آمنوا أنكم قد استفدتم إذا استفدتم شاركوا الدرس مع أصدقائكم حتى تعموا الفائدة وسوف أترك لكم الدروس السابقة من هذه السلسلة في صندوق الوصف إلى أن نلتقي بحول الله في درس جديد أراكم بخير ترجمة نانسي قنقر